السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه? اه بازن اللي النهاردة هناخد جزء اه في قائمتهم هناخد جزء النامبر وجزء الستايلز والسل والاديتينج. و اه هنعمل كده هنتكلم شوية عن حي اسمها البيبت تيبل. وهنتكلم عن بعض المعادلات اللي احنا هناخدها اللي هناخدها بازن الله. طيب. احنا قلنا اول ما ببدأ فيه انا بشوف نفسي عايز اكتب من فين بالزبط. اتجاه النص. اتجاه النص. انا اكتب اشيط بتاعي مسلا من اليسار الى اليمين. ابتدي اعمل مسلا اهو كتبت بداية من كده اي دي. دي احنا بنسميها ايه? الفلاش اللي هي بيعمل لي تعبئة تلقائية. طب لها كزا طريقة. ايه الطريقة? هنا واحد وهنا اتنين. عايز اعمل تعبئة ليهم. بحدد الاتنين مع بعضه من المربع الاخضر واسحب لتحت. اهو. طب الطريقة التانية اكون واجف عند رقم واحد. واروح ادوس على ادوس على كنترول من لوحة المفاتيح كنترول من لوحة المفاتيح واكون واجف على المربع الاخضر. واسحب لتحت. اعمل دس على كنترول ومشلت شي دي منها. اهو. بطريقة هي التعبئة او عملية تماثف تلقائي لاصل العملية. طيب. احنا كنا مسلا لو عندي خية بالشكل دي. هنعمل حسنا فلاش في التعبئة تلقائي. خير. انا هنا دلوقتي اعمل ايه? هروح اكتب كلمة محمد احمد. رحت كبرت الخلية. طب طالما كبرتها ارجعتني من الاول امسح واكتب ليه? طالما اشتغلت على اعدادات الخلية وكده مش هيعمل معها فلاش فين. رحت مساح. ورحت كتبت هنا محمد احمد. جيت كتبت حرف الايه بمجرد ما كتبت حرف الايه من الاسم اللي بعده عملية تعبئة زي ما انتو شايفين بالشكل دي. ليه? لان انا عرفت الانت عملت اللي ايه بالزبط? انت دمجت الاسم الاول مع الاسم التاني. واقول له انتر. طيب حلو خالص. المرة دي دمجت الاسمين مع بعض. طيب انا عايز افصل الاسمين عن بعض. افصلهم ازاي? قلنا بحدد العمود اللي انا هافصل منه. وبروح على قائمة اسمها وروح اختار منها حاجة اسمها وروح اختار وقول له وقول له انا عايز افصل ما بينهم اروح اعلم علامة صحة على كلمة واقول له واجي هنا في بحدد اول عمود افصل في اهو انا افصل هنا وروح اقول له وروح عمل عملية فصل. طيب انا واقف هنا وروح تقول له حاجة اسمها وقلت له انا عايز اعمل او قائمة من اللي هو هقول له او قائمة. في بحدد القائمة بتاعتي اهو حددت دول مسلا. بقول له اوكي. تلاقي في سهم زهرة او اختار منها اللي انا عايزه. ده اللي احنا اخدناه المحاضرة اللي فاتت اخر محاضرة. سريعا كده عشان الناس يجب عندها علم. تاني. كويس خلص. تيضي هزبط الشغل بتاعي. طيب هاجي بعد كده روح هكتب الاسم. هكتب اي اسم موجود عندي. تدعم التابل. تدعم التابل. انا حاليا دملي قائمة. انا حالياه. انا حالياه. القائمة. الشغال مع ده تبتدي يملك القائمة اللي عنده. هاجي بعد كده هقول له مسلا التخصص. هقول له مسلا هنا اتش او ار. هقول له هنا البي ار. هرح هقول له هنا مسلا خدمة عمرة. هرح هقول له هنا مسلا البي ام ادارة مشروعات. هرح هقول له هنا اجي دي. هاجي هنا هقول له مسلا الف ار اللي هو المسؤول عن جزء الماليات. هقول لك مسلا اه ايه تاني ممكن نكتبوه. ال او بي. اسقول عن او العمليات. ده مسلا هنقول اتش ار. وده اي ار. وده ام ار تسوي. ده امرك. حلو. تقييم او او بالنسبة للتقييم يعني التقييم بتاعه في القسم دي. يعني مسلا هتديله ستين في المية. واروح هتديل دي مسلا خمسة وتمانين في المية. انا بحط نسب تقريبية. حطنا خمسة وخمسين في المية. وحط هنا خمسة وستين في المية. خمسة وسبين في المية. هنا مسلا. اه سبان في المية. هنا تسين. تسين في المية. هنا خمسين في المية. وهنا هنا هقول له مسلا خمسة وسبين. وهنا هقول له ستين في المية. حاجة اقول له انا قلت له خلاص نسأل بكل حاجة عندي اه حاجة مهمة جدا. لو جيت قلت له هنا. هنمشي واحدة واحدة مع بعض ان شاء الله اهو دلوقتي اهو. حاجة اضيف قيمة تانية. لو قلنا بالنسبة. عند الحاج اسمها المنتج. هنمشينا واحدة واحدة. الت معا شفت. خلق المنتج بالعربي مشينا واحدة واحدة. هنا الكمية او العدد من المنتج. اجي هنا الاجمالي. اجي هنا مسلا اه اكتب اه اه ضريبة. وهاجي اكتب هنا الارباح. وهاجي هنا اكتب الاستقاط. او نسيب ده دلوقتي. حطه داخل بوردر بالشكل ده. واروح مسلا اول صفة عندي بالنسبة لي اخليه اه دون تاني. بالنسبة الارقام برضو اخليها مسلا دون تاني. طيب. حلو خلص. لحد دلوقتي. طيب. انا دلوقتي مسلا كمسال مفترض ان انا واقف هنا. ورحتك كتبت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ده بالنسبة لي رقم. فعندك هنا في قائمة هوم في اه جروب اسمه نامبر. جروب اسمه نامبر. وهتلاقي من فوق كاتب لي جينرال. ده خاصة بايه? خاصة بي اللي هو النامبر فورمات او خاصة بالطيب اوف سل نوع الخلية. نوع البيانات اللي انا بكتبها داخل الخلية. تعالوا كده نختار مسلا كرنسي. فعملها لك بايه? بالعملة. بكرنسي بالعملة بتاعتك. طيب هختار مسلا حاجة اسمها شورت ديت. شورت ديت حولها لي للشكل دايق. طيب لونج ديت. هدي لونج ديت تاريخ طويل. طيب طيب خلها لي وقت. طيب مسلا برسنتج نزمة قوية. طيب مسلا قلت له اللي هي النص. رحت قلت له تيكست. جيت دلوقتي كتبت رقم تليفون. انا في الشكل داي رحت كتبت رقم تليفون. قلت له انتر. فعمل ايه لما جيت كتبت رقم تليفون. شال معي السفر. شال معي السفر. طيب انا عايز اظهر السفر اللي في الاول. هروح اختار من فوق بدل جنرال. هروح اختار حاجة اسمها تيكست. واروح اكتب رقم التليفون. ايه اللي حصل? السفر فضل موجود زي ما هو. السفر فضل موجود زي ما هو. يجبع عشان اخلي السفر موجود زي ما هو اخطار نوع البيانات اخليه تيكست. خليه تيكست. طيب. حلو خالص لحد الوقت. انا عندي حاجة بالشكل داي اهو. نغير اللغة. وروح شايفين في حاجة اسمها وانكريز ديسيمل. بيزود لك الارقام العشرية اللي بعد العلامة. اما بيقلل معاك الارقام العشرية اللي بعد العلامة. تلاقي فيه سفرين من فوق وسفر من تحت. هنا سفر من فوق وسفرين من تحت. سفرين من فوق بيجي تسفر من تحت فمعناها بيقلل اللي بعد العلامة العشرية. بيقلل الاصفار اللي بعد العلامة العشرين. اهو. يعني مسلا اتناشر. سوكذا ده بيعمل ايه? بيزود اهو. اهو. ده بيقلل اللي بعد العلامة العشرين. طيب دي بتعمل ايه? ده اللي هي الفصلة. الكوما ستايل. يعني مسلا انا عندي عشر تلاثة. رحت قلت له كوما ستايل. خليها لي بالشكل دايق. خليها لي بالشكل دايق. طب لو الرقم دي ورحت على النسبة المعوية. خليها لي في المية. طيب الرقم دي رحت واخترت من الدولار. دي عملات تانية. اليورو. هنا برضو الدولار. وهكذا دي عملات معك. طب لو قلت له امور اكاونتينج فورمات. فتح معك اللي هو الحقيقة الخاصة بالاكاونتينج. وبتروح تختار العملة بتاعتك. اهي دي كلها عملات. انت بتختار العملة اللي انت عايزها. في مثلا نختار. دي كلها عملات عندك. اهي بالشكل ده. بتختار منها العملة اللي انت عايزها. انا هختار اللي هو الجين المصري. فين الجين المصري? فين مصر مصر? اهي. ادينا المصري. راح اقول له اوكي. واختار من هنا العملة بتاعتي. ادينا المصري. طيب. حلو خلص. جيت. هنا بدل ما اختار رحت وانت له مور نامبر فورماتي. يعني ارقام او تنسيقات ارقام اكتر. طيب. انا هنا لو جيت في النمبر رحت وبيقول لي يوز الف سبريتور. بيعمل ايه? كل الف بيعمل لك العلامة. بمعنى. جيت قلت له الف. ظهرها لي بالشكل دي. جيت قلت له مية الف. لازم بس انزل با اعمل حاجة اسمها فلفلاش. رحت لو قلت له دي مية الف. فبرضو العلامة موجودة. ها. بعد كل الف بيعمل لك علامة عشرية. طيب لو رحت مثلا على الكارنسي زي ما قلنا بنختار العملة من هنا. اه دي الكارنسي العملة بتاعتك اختارها من هنا. اديت التاريخ بتاعك. لو عايز اخلي بالتاريخ الهجري. تفتكروا اختار ايه? حاجة عند حاجة اسمها او الموقع. واختار اي تاريخ عربي. اي حاجة عربية. اختار مثلا ايجيبت. فقال للكلندر طيب نوع الاجندة او نوع التاريخ عايزه ايه? هجري. فاللي حصل من فوق ظهر بالشكل ده. اديت تاريخ الهجري بتاعك. اقول له كيف? اي تاريخ هكتبه هنا هيحولولك الى الهجري. اهو. واحد واحد. الفين اتنين وعشرين قد نبقابلها بالهجري. طيب هروح طيب بالنسبة للتايم ده التوقيت بتاعك. ده الوقت بتاعك شكله ازاي? ده هنا النسب المقوية. بعد كده في حاسمها بعد كده في كاستم. طيب. حلو خالص. حلو خالص لحد الوقت. طيب. ماشي. ده بالنسبة لي جزء النبر. كده انا خلاص الجزء ده بالنسبة لي. هدي هنا هحط اي ارقام عندي. هخليها مسلا كمسال المنتج. نبتد نحط بقى. المنتج اتش بي. هنا. آآ ديال. آآ سامسونج. ترجمة الهاشة. طيب بالنسبة ل خلاص الجزء نظرافية نتشيقويةộc ع liber Budd stove وذ Turkرام اتى لست. طيب BEه هدأ الانجاز天شه quanto کیا واصلا جزء نظرافية نتش Choose private دال اقض Elliot شديد instance. طيب به نفس correlate الأمية اتشي بي. اتشي بي. كمية مثلا خمسة. هنا كمية تمانية مثلا منه. هنا عشرة. هنا خمستاشر. سعر. الوحدة. هنا مثلا سبعة. ثلاثة. هنا اتنين. هنا مثلا ستة. هنا اتنصر. هنا نقول اربعة. هنا الوحدة عاملة مثلا نقول تلات تلاف. اتشي بيه هنا. الدل هنقول مثلا الف ونس. الفين ونس. الدل تاني او. الفين ونس. اللي نقول السامسونج. السامسونج مثلا الفين. الفين. هنقول اللي نوفو مثلا تلاتة ونص. تلاتة ونص. طيب. حلو خلص. هندخل بعد كده على حاجة اسمها لس طيب. زي من الزهرة. هي هل عنده كل الناس من الزهرة? طيب ممكن بس تشوف المشكلة عندك في من الانترنت. الشاشة ظهر عادل لكل الناس. الشاشة لغاية زهرة عادل لكل الناس. طيب. معاش اه خليكم محظة بس معايا كده هعمل حاجة بس سريعا. اه. نرجع نكمل. نفترض دلوقتي انا هنا عندي كمسال عندي اه اقام تحت بعض. بالشكل ده. كنترولي واسحب لتحت. نعم اتنين اربعة. هنا تلاتة ستة. حلو خالص لحد دلوقتي. هنا عندك حاجة اسمها او التنسقات الشرطية. طيب او التنسقات الشرطية بتعمليه. نقول لكم بكامل. طيب. دلوقتي انا عايز اعمل تزليل على حاجة معينة. يعني عندك هنا حاجة اسمها او التنسقات الشرطية. طيب. ديت انا حددت الارقام دي. وروحت على حاجة اسمها ال او التنسقات الشرطية. وديت قلت له والله انا عايزك تعمل لي تزليل على ايه? على الحاجة اللي هي اكبر منه. طيب الكلام ده بعمله ازاي? في حاجة اسمها يعني هيعمل لي ظل على الخلايا بس المرة دي بشروط معينة. عايزك والله تعمل لي تزليل على الخلايا اللي هي زان. اكبر من. طب. اكبر من كم? هقول له مسلا كمثال اكبر من عشرين. اكتب هنا الخلية دي. اكتب الرقم. فهيظللك على الحاجات اللي هي اكبر من عشرين. طيب اللون بتاعك اللون اللي هو هيظلل بي. طيب لو ما عجبنيش اي لون من الوان دية في حاجة اسمها كاستم فورمات. ادوس عليها. واروح اقول له ايه? فل. وبختار اللون اللي انا عايزه. واروح اقول له اوكي. اهو. فكده عمل لك تزليل على الارقام اللي هي اكبر من كام? اكبر من عشرين. اروح احد التاني هو بالشكل دي. واروح على والمرات دي هتعمل لي تزليل على الارقام الاقل من. عايز اقل من كام? اقل من خمسة. فاي رقم اقل من خمسة هتعمل لي تزليل عليه. وبرضو بتختار اللون اللي انت عايزه. من حاجة اسمها الكاستم فورمات وقول له اوكي. نفس القصة. المرة ده هتعمل لي تزليل على الارقام اللي هي ما بين كزا وكزا. بتوين. هتعمل لي تزليل على الارقام اللي هي ما بين خمسة عشر. وتلاتين. او خمسة عشر وخمسة وعشرين. واتيجي تختار من هنا اللون اللي انت عايزه. اما اقول له وراح اختار اللون من هنا. يقبل مرة دي عملت اللي تزليل على الارقام اللي هي ما بين خمسة وخمسة وعشرين. وقول له اوكي. تمام يقبل هاي لايت بيعمل لك زل. طيب المرة دي حاجة اسمها اكوال تو. يعني هتزليل على الرقم اللي يساوي كام? هقول لك اللي يساوي عشرة. نحن. رقم عشرة هيزليل على الرقم بس. رقم عشرة بس. يعني معنى كلمة يعني يساوي. طيب. خلو خاطر. طيب بكمل. طيب. اقول له اوكي مسلا. اه. طيب. المرة دي رحت حددت مسلا الاسماء اللي عندي دي اوه. الاسماء دي. وروحت على وقلت له المرة ده هتعمل لي تزليل بس على ايه? على 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 النص. على النص. هتعمل لي تزليل كمثال على اروح اكتب الاسم اللي انا عايزه على مسلا علي. احمد. شايفين عمل لك زلة على ايه? علي احمد بس. وروح اقول له اوكي. فانا بحدد. واقول له كونديشن الفرماتينج وهيلايت. المرة ده هتعمل لي زلة على ايه? على 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 النص. على الخليل اللي هتساوي النص اللي انا هكتبه. طيب وروحت قلت له حاجة اسمها يعني لو في قيم متكررة. حدد دول مسلا وقلت له المرة دي عايز قيم وروح اقول له هيعمل لك اه مرة تصدير على القيم المتكررة. القيم المتكررة اوه. هتلاقي كل المتكرر زلل عليه. كل المتكرر زلل عليه. اما هنا الديد. اللي هو التاريخ. لو عندي تواريخ. وعاوز ازلل بس على تاريخ مبارح. تاريخ النهاردة امس. من سبعة ايام مضو. الاسبوع اللي فات. الاسبوع داية. الاسبوع اللي جاي. الشهر اللي فات. والشهر بداية والشهر اللي جاي. طيب. ده بالنسبة ليه الهاي لايت. بالنسبة ليه الهاي لايت. اي خطوة بالزبط يا هندسة? اي خطوة بالزبط? تمام حاضر. الله عزا كده خلقكم معي. سنجج. حالي عليها تانية الحضرة الحضرة والقمام. طيب. روح احدد الارقام اللي عندك. بالشكل دايب. واروح على وراح اقول له انا هعمل ظل على مين? على القيم المتكررة اهو. فهتلاقي القيم المتكررة اهو. هيزلل عليها. اللون اللي انت هتختار. تلاقيها دي تمنتاشر ودي تمنتاشر. دي اتناشر واتناشر. هي تسعة وتسعة. هي تمانية وتمانية. فالارقام اللي شابها بعض هيزلل عليها. اللي هي متكررة اصلا. حياتة اللي متكررة. طيب. المرة دي هروح على حيات اسمها المرة دي. هتزلل بس على ايه? على اكبر عشر ارقام. هروح اقول له طب عشرة ايتم. اهو. يعني هتزلل على اكبر عشر ارقام. لا. انا عايزك تزلل على اكبر خمس ارقام بس. فحددت خمس ارقام او اكبر تلات ارقام. واقول له هتزلله مثلا باللون ده. اهو. فهتلاقي اكبر تلات ارقام زلله باللون اللي انت عايزه. اقول له اوكي. طيب المرة دي عايزك تزلل بس على اقل عشر ارقام. يعني. طب انا لو مش عايز اقل عشر ارقام. هقول له انا عايزك تزلل على اقل تلات ارقام. فاقل تلات ارقام عندك عمل لك زل عليه. يجب التوب باندبتهم اعلى ارقام من فوق واقل ارقام من تحت. طيب لو عندي ارقام بس نسب يعني انت هتزلل لي على اكبر عشرة في المية. لا اكبر خمسة في المية. وهكذا. دي نسب مقاوية. اللي هو عشرة في المية. امر ايه هنصل من فن تجيبه. الكون ديشنال فورماتينج واقول له التوب باندبتهم. وايه. كون ديشنال فورماتينج واقول له التوب باندبتهم. طيب عندك حاجة اسمها يعني فوق المتوسط واقل من المتوسط. المتوسط عشان يحسبوه. بيجمع الارقام وبيكسمهم على عددهم. كل الارقام اللي هي فوق المتوسط هيظل عليها. طيب الارقام اللي هي اقل من المتوسط هيظل عليها برده. يجبه واروح اختار التوب عشر وقول له انا عايز ازلل على اكبر مسلا تلات ارقام اكبر اربع ارقام اكبر عشر ارقام وهكذا. يجبه ده بالنسبة للهيلايت وبالنسبة ليه طيب الديتابار. بصوا كده في الديتابار انا نفترض عندي ارقام بالشكل دي. ادي واحد اتنين. وروحت عند حاجة اسمها الديتابار بص اللي بيحصل. بيملي لك اكبر رقم خالص. اهو اكبر رقم خلهولك عشرة. بعد كده ينقص سنة من من الرقم اللي هو اجل منه. بعد كده ينقص سنة من الرقم الاجل. بعد كده ينقص سنة تانية من الرقم الاجل. وهكذا. ده اللي هو الديتابار بالشكل ده. بيعملها لك على اساس اكبر رقم موجود عندك. زي البطارية كده بطارية التليفون. تقعد تجل تجل. كل ما انت بتشتغل عليها كل ما بتجل. فالارقام بتنزل لتحت. فالشكل بتاع البطارية هيقل معك. ده نفسي القصة. طيب اهو. انا مسلا نفترض تحدد ده. واروح اقول له حاجة اسمها كلير سليكتد. بصوا بعمل ايه معي? الوان تدريجية. الوان تدريجية. بالشكل ده. طيب الايكون ست. هيظهر لك بس في شكل الايكونات ناحية اليسار. بص اللي حصل. طب تعالوا كده نستخدم بتاعت الانترنت. لو هتلاحظوا ان عند عشرة اكتر تلاقي تسع قريبة منها شوية. تمانية قال. السبعة قالت. الستة الاشارة قالت. الخمسة وهكذا لحد ما وصلت لحد واحد. ده اللي هو ايه الايكون ست. الشكل ده. طيب انا عملت هنا حاجة اسمها وعايز امسحها. هروح على كلمة اسمها كلير رولز. واقول له هتعمل لي كلير او هتعمل لي تنظيف للكونديشنال فورماتينج او الشروط اللي انا عملتها من من الخلايا اللي انا محددها. طب لو عايز اعملها من الشيط كله كلير رولز فروم انترشيت. فكده شلك كل اه حاجة انت عملت لها كونديشنال فورماتينج. طيب ده بالنسبة لي جزئية الكونديشنال فورماتينج. بالنسبة للكونديشنال فورماتينج او التنسيقات الشرطية. فيها اي مشكلة بالنسبة للناس? ولا ندخل على اللي بعده. ندخل على اللي بعده. تمام. كويس خالص. طيب. انا همسحها مش عايز كونديشنال فورماتينج وخلاص عملتها. او همسح ده كلهم بالمر. طيب. جيت حددت التابل داي. وروح تقلت له هتعمل لي حاجة اسمها فورمات اس تابل. يعني هتغير التنسيق بتاعه كشكل تابل او جدول بالشكل ده اختار الشكل المناسب لك اهو. فهنا بيقول لك انت هيعمل لك جدول على الجزء ده اه اقول اوكي. بسو كده اللي حصل. اللي حصل انه هو ادراج لك الجدول بالتنسيق اللي انت مختاره. كل عمود من فوق الرأس بتاعه فظاهر بالشكل دايق اهو. هنا. اهو. خمسينة نشيل الكونديشنال من دي. انا هتلاقي الصف الاول في اللي هو جزء الفلترة. جيت دس على السهم اللي في الجان بداية وراحت شلت علامة الصح من علي. اللي هو اتنين. وقلت له ايه? اوكي? ايه اللي حصل? شلي علي من الفلترة. شلك علي من الفلترة. طيب ارجعه تاني ازاي? هروح اعلم علامة صح على علي. فقول له اوكي? فكده رجع كان معي. طيب. رحت عالفلترة تاني اهو. قلت له المرة دي هتعمل لي فلترة على حسب اللون. فانت لو ملون عندك خلايا فهتعمل لي فلترة مسلا في الاسم. ناشي هقول له اوكي. او. تاني. حملتها ازاي? من هنا. واقول له مسلا او هقول له خلينا هنا في فانت هتعمل لي ترتيب ايه? من الايه للزت? ولا هتختار من الزت للايه? يعني هيرتب الاسماء من الايه للزت او من الزت للايه? طب. اللي انا هرتب من حيس مسلا القسم من حيس الوحدة من حيس الضريبة وهكذا. اقول له اوكي? فبيرتب معاك هنا ترتيب من الزت للايه او من الايه للايه الزت. تاني من فين من السهمة دي? واقول له صورة باي وبختار. يا اما هقول له صورة ايت وزت. يا اما صورة زت وايه? طيب. حلو خمسة. دول انا منيش. طيب. تاب النسبة للقلطرة. طيب عندك حاجة هنا اسمها اهو. الخلية اللي انت واقف فيها. اللون بتاعها اه. بتاعزه ولا بعد ولا نورمل ولا 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 ايه. بيجيب لك سؤال في الاختبار الدولي. بقول له غير الخاص بالخلية الى جود. هتروح تختار من هنا الجود. لو قال لك مسلا تختار قال لك او تبوت. تختار او تبوت. قال لك خليها مسلا اكسنت ون. اكسنت ون. خليها مسلا اكسنت بس من نسبة اربعين في المية. اللي هو او الشكل ده. انت بتدخل على السيل او السيل بتاعها وبتختار الاسم اللي هو جايل لك عليها. لازم تحدد التابل لها عندسة وبتختارها اسمها فورمات اس تابل. فورمات اس تابل. تختار التابل اللي انت عايزه تقول له اوكي. هتلاقيها ظهرت معك. تمام? طيب. انا واقف هنا اهو. انا حددت العمود ده. وقفت على العمود من برق. ضغطت على الاسم من برق. وقلت له انسرت. فاضرج معاك عمود جاب له. طب لو قلت له دليت حزف العمود. ادي انسرت. طب لو قفت هنا وروحت على هقول له انسرت شيت كولوم. اعمل لي ادراج لي عمود. انا بقف على الحاجة. طب يدرج لك عمود جاب له. طب لو قلت له دليت شيت كولوم. هيحزف لك ايه العمود. طيب عايز ادرج صف بعد الاي دي. هروح اضغط على رقم واحد من بره. وروح اقول له انسرت شيت رو. بس المرة دي هيدرج لك صف من فوق. مش تحته. طيب لو عايز ادرج صف تحته. هروح احدد الصف رقم اتنين واقول له انسرت اهو. عايز احزفه. دليت او دي حاجات زي اللي هو الدقة بتاعت الزور بتاع الدرجات اللون. اللون نفسه ليه كزا درجات. فدي كلها درجات لأي لون. بعد اللون الازرج ميدي لك الدرجات بتاعته. الاخضر ميديك الدرجات بتاعته. الاصفر الدرجات وهكزا. فدي درجات اللون الموجودة عندك. طيب. حلو. عندك بعد كده حاجة اسمها فورمات. حاجة اسمها فورمات. جيت وقفت هنا وقلت له فورمات وقلت له كولوم وتس. العرض بتاع العمود. تانية. وجفت على العمود وقلت له فورمات وقلت له الكولوم وتس. العرض بتاع العمود. انت عايز العرض بتاع العمود كام مسلا? انا عايزه نفترض خمستاشر. وقل له اوكي. فالعرض زاد معي. طيب. لو واقف على الصف دي وروح تقولت له ارتفاع الصف. تب تكتب من هنا ارتفاع الصف بتاع قلت له عشرين. اوكي. حاول نزود علشان نعرف. عد خمسين مثلا اوكي. بقدر ارتفاع الصف زوده معي كام? خلقولي خمسين. طيب. حلو خالص. لكن لو رحت على حاجة اسمها هيعمل لك الارتفاع العادي بتاع الصف. طيب بيعمل لك العرض العادي بتاع الكولوم. اما اللي هو العرض الافتراضي بتاع العمود. طيب. هنا هتلاقي في حاجة اسمها الهايد. اخفاء والغاء الاخفاء. لو عايز اعمل اخفاء لي العمود اللي انا واقف عليه هروح على حاجة اسمها الهايد. هقول له مثلا كولوم. خفاء لك العمود. طيب اظهر العمود اللي انا خفيته ازاي? هقول له نفس القصة الصف. طيب. هغير اسم الشيت من تحت. بغير لي البروتكت شيت بيعمل لك حمال الشيت بتاعك بحيس ان ما حدش يقدر يعبر عليه. اه لو عايز اقف الخلايا. عندك حاجة اسمها الموو ارقبي لو لو عندي اكتر من شيت. وعايز اعمل انتقال الشيتات. اعمل تنقل ما بينهم. شوف هنقله وحطه فين بالزبط. ده بالنسبة ليه اللي هو الجزء الخاص بالسلسايز او حجم الخلف. لجزء وجزء السل. ممكن احدد العمود وقول له كليك يمين. تلاقي في كلمة اسمها ده لو عايز ادريج عمود لو عايز احزف. طب لو عندي محتوى كده من جوة عايز اه اعمل له تنظيف اشيله اقول له كليل كونتنت. طيب لو عايز اغير العرض بتاع العمود لو عايز اعمل له اخفاء لو عايز اعمل له اخفاء. طيب هنا دي احنا هناخدها في جزء المعادلات. هناخدها في جزء المعادلات. طيب. انا دلوقتي واقف فين? انا واقف هنا. في الخلية اللي تحت الاجمال. وروحت على كلمة اسمها فل. وقلت له مسلا او خلينا هنا مسلا عند التلات تلاف. خلينا عند التلات تلاف. وروحت على الفل قلت له ايه? قلت له اتداون. عمل لك ايه? جب لك الخلية اللي من فوق حطها مكانها. اهو تاني داون. يعني هتجيب للخلية اللي من فوق حطها من تحت. اهو. داون. طيب لو قلت هنا وكنت واقف هنا وقلت له ايه? قبل. جب لك الخلية اللي تحتها خليها لك من فوق. يبا داون بيجيب لك الخلية اللي من فوق يخليها مكان الخلية اللي انت واقف عليه. اما داون بيجيب لك الاب بيجيب لك الخلية اللي من تحت يخليها فوق. اب بمعنى بيرفحها لخطوة الفوق. دون بينزلها خطوة تحت. طيب انا واقف عند الاتش بي وربت قلت له هيجيب لك الحاجة اللي موجودة على ناحية اليمين هيخليها لك ما كان لخلي انت واقف فيها ناحية اليسار. طب لو قلت له مسلا هيجيب لك الحاجة لناحية اليسار هيديها لك خطوة ناحية اليمين. طب هنا الدون بينزل لك الحاجة خطوة لتحت. بيطلع لك الحاجة خطوة الفوق. طيب الليفت بيخلي لك الحاجة بيعمل لك خطوة ناحية اليمين. خطوة ناحية اليسار. طيب. هنا لو الناس فكرة حيسمها اللي احنا عملناه من شوية. ده اللي هو الفلاش في الفلاش في يعني نفترض انا دلوقتي مسلا. زي ما احنا عملنا من شوية. معلش نعملها تاني اهو. عشان نعرف الامر ده عشان نعملها تاني اهو. عشان نعملها تاني اهو هل تعني؟ تقول له محمد احمد وانزل تحت. ما قلنا الفلفلاش بيعمل لك ايه? تعبية تلقيقة دي. علي احمد مريم. ليه هو عمل هالك كده? لان هو جابع من ناحية ناحية اليسار موجودة هنا. ده. زي ما فهمتوا ادي امر ممكن نستجربها مع بعضها. حتى اتلاقوها تاني فين? هتلاقوها دي كلها دوال. هناخدها ان شاء الله يعني في بعض الدوال هناخدها مع بعض ودوال هتاخدها ان شاء الله في الادفانس. تمام? طيب. ده بالنسبة ليه جزء الفيلم. طيب الكلير. بيقول لك كلير يعني بيحزف لك كل حاجة موجودة عندك. طيب آآ فرمات لو عمل تنسيقات بيحزف لك التنسيقات. طيب المحتويات اللي داخل بيعمل لك لها عملية محزف. طيب. حلو لحد دي الان. طيب. عندك هنا 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 لو عايز ارتب الاسماء اللي عندي من ايه الزت او من الزت للايه. طيب. جيت انا حددت الجزء ده. وروحت من هنا اخترت حاجة اسمها الكاستام سورت. انا هرتب على حسب ايه? على حسب مسلا الاسم. طيب هترتب من ايه الزت? ولا من الزت للايه? انا هرتب من الايه للزت. اقول له اوكي. هتلاقيه رتب لك الاسماء من الايه للزت. من الايه للزت. اهو. ده الصورة اللي هو الترتيب. طيب الفلتر. انا واقف على العمود الاول. وروحت من هنا قلت له فلتر. ظهر معاك ايه? جزء الفلترات بالشكل ده. اهو. نفس اللي احنا عملناه عن طريق اللي هو ايه? فورمات استيبل. انا حددت الصف الاول. والطول له هتطلع لي منها فلترة. اهو. ممكن تعمل فلترة او فرز لاي حيانة عايزة. طيب. لو بدور على كلمة في شيط الاكسل. لو هستبر كلمة بالتانية. انا لو عندي كلمة وعايز حط مكانها كلمة اخرى. طيب. عندي مسلا جدول بالشكل دي. حددته. وروحت على قائمة او ادراج وروحت وقلت له حال اسمها البيبوت تيبول. انا عندي جدول كبير او طويل عارض بالشكل دي. انا مش عايز كل ده. انا عايز بس الاسم والقسم. وممكن المنتج. مش عايز اكتر من كده. اروح اقول له حاجة اسمها البيبوت تيبول. وروح اقول له ايه? على طول. ايه? اهو بالشكل دي. فظهر معايا ناحية اليمين. بيقولك انت عايز تظهر ايه? انا عايز اظهر الاي دي. وعايز اظهر الميم. بتعلم عليها علامة صح. وعايز اظهر المنتج. اهو. بظهر لك ايه? الاسم والمنتج. وايه الاي دي. بالشكل دي. تاني. بتعمل ازاي? نعزف الشيط ده. بحدد الجزء او اللي انا عايزه. اهو بالشكل ده. اممكن محددهوش. روح على انسيرت. هقول له بايب التابل. انت فين التابل? المدى بتاعك اللي انت عايز تطلع منيه حاجة اسمع للبيب والتيبل. طيب انت عايزه في شيط جديد? ولا عايزه في ايه? اجزيستنج وورك شيط. فلو اجزيستنج وورك شيط يعني الشيط اللي انت واقف عليه حاليا لازم تحدد من هنا. هتحطه فين? تروح تحدد. وتقول له اوكي. بس انا عايزه فيه شيء جديد. اقول له اوكي. فتح معي بالشكل دي. انا عايز ازهر الاي دي اروح اعلم عليها لمن صح. عايز ازهر الاسم. وعايز ازهر مسلا القسم. بس اللي انا عايز اصيره. فظهر لك الاي دي. ظهر لك الاسم وظهر لك القسم. فده لو انت عايز تعمل فلترة. بحاجة معينة. خيب انا محدد الجزء ده. ورحت على قلت له مسلا اه جزء الشرط او رسم البياني اخترت رسم بياني. اه. ورا عمل لك ايه? رسم بياني بالنسبة للجزء اللي انا محدده بالشكل دي. ومن هنا هتختار تنسيقات الخاصة بالرسم بياني. بنفس اللي احنا درسناه بالتفصيل الممل في برنامج الورد. اه. ده لو عايز تضيف عناصر عليه. تبتدي كل ما عليك ان انت تزبط بدل شغل بتاعك. وهكسب. بصوا كده هروح على انسيرت. وعندك حاسمها البيبوت شارت. اقول له اوكي. هعمله بس المرة دي كايه? كبيبوت شارت. اهو. ظهر ليه حاسمها البيبوت تابل وجنبه البيبوت شارت بتاعه. فعمل لك رسم بياني بالنسبة للجزء بس اللي انا محدده. لو عايز اضيف جدول جواها لو عايز اضيف او صورة. لو عايز اضيف او شكل زي ما احنا اخدنا في الورد. واشتغل على تنسيقاته. لو عايز اضيف مسلا او او مخطط تفصيلي. عايز اضيف مسلا لينك عايز اضيف كومنت تعليق. عايز اضيف مربع نص. عايز اضيف هدر عند خطر رأس وتزيل. عايز اضيف برضو مربع نص بس على حسب اللون اللي انا مختاره. اللي هو اللي هي المعادلات والسيمبل اللي هي الرموس. طيب البجل قوت اللي هو او الهوامش. الهوامش اللي عندي عايز اغير الهوامش او الوكاسطن مارجنز. وروح اختار من الهوامش اللي هو قل لك عليها في السؤال. اتجاه. اتجاه العرض. الصيز الحجم. فاصل الصفحات. اللي هو الخلفية. لو عايز اغير اتجاه الشيط من بالشكل ده اهو. هنا ده لو عايز ازهر الشبكة البانية اقفيها. طيب لو عايز ازهرها في الطباعة اعلم على من صحة طيب الهدن اللي هو اللي عما ده او الصفوف اللي موجودين فوق لو عايز اظهرها اعلم على لو عايز اخفيه لو عايز اخفيها اروح اشير علامة الصحة من طيب لو عايز ازهرها في الطباعة في المولد خاص بالمعادلات ده دي فيها جزء اللي هو الفلترة وجزء وجزء اللي هو اللي هو اللي لو عايز اعمل تصيح ملاقي عندك مسلا ترجمة نيو كومنت تعليق جديد ولو عايز اعمل حمال الشيت او حمال الملفز من برا عندك اول اربع ملفات او اول اربع اوامر خاصين بطريقة العرض هنا الشغاكة البيانية والفرمولة بار او شريط الصيغة اللي هو الرؤوس ده الزوم بتاعك ده لو عايز افتح نافزة جديدة هنا لو عايز اعمل جزء اسمه التجميد لو عايز اجمد الصف الاول يعني تنزل تحت الصف الاول اختفق طيب اجمده ازاي حدده واروح اقول له اقول له يعني هتعمل اعلى صف هتجمده ننزل تحت تلاقيه موجود طيب هتجمد اول عمود هقول له فريز فريز وكلهم هتجمد لأول عمود يعني مهما تتحرك موجود اول عمود هقول له معناها انا ولا عايز اجمد العمود ولا عايز اجمد الصف طيب سهم التحت اللي حصل عد معاك عدد الصفوف عايز ارجع تاني سهم الفوق طيب تسهم ناحية اليمين عد معاك عدد الاعمل اللي هو ارجع خطوة تاني ازاي سهم ناحية اليمين اجد كنا اخدناها كلها المحاضرة اللي فاتت طيب نبدأ في جزء المعادلات مع بعض اولا احنا حاجة بالشكل دي انا عشان اكتب معادلة لازم في الاول بيقول لك ايه لازم ليساوي ومن شروط كتابة المعادلات لازم في الاول يساوي يعني قبل ما اكتب اي معادلة هقول له يساوي طيب ما ينفعش اعمل مسافات بمعنى بعد يساوي تلو مسافة وصم لا المسافة دي غلط ما ينفعش اعمل مسافة زاد لازم التزم بسروط المعادلة لازم اكون ملتزم بسروط المعادلة لازم اعمل اقواص عشان اكتب معادلة صح طب جيت شغال وراح اظهر الخطأ دي اللي هو دف على زيرو طيب بصوا كده قال لك دف على زيرو معنى ان انا جسمت المعادلة على سفر معنى ان انا اكسم المعادلة على سفر معناها غير معرف غير معرف طيب جيت قلت له مسلا يساوي او رحت فتحت الخوس وروحت حددت دول وقفلت الخوس وقلت له انتر جلك نيم يبا نيم معناها خطأ في اسم المعادلة انا اسم المعادلة صم مش اس يو فطالما ظهر نيم معنا ان المعادلة عندك كتبها غلط طب قلت له يساوي ده وروحت ضربته مسلا كده قلت له انتر قال لك خطأ في ادخال القيمة انا كده ده ضربت ايه ضربت نص في رقم هل الصحيح ان انا اضرب نص في رقم لا فباليو اللي هو خطأ في ادخال القيمة النام اللي هو خطأ في ادخال اسم المعادلة والدف على زيره اللي هو انا جسمت المعادلة على سفر طيب جيت مسلا مسلا عملت ايه عملت ايه عملت ايه عملت ايه بالشكل دي اهو ظهر علامة الشباك معنى علامة الشباك دي معناها ان الخلية بتاعتك صغيرة ومحتاج ان انت تكبرها الشباك دي اكبرها من فين انها بكون واجف على الطرف واسحبها ايه انا هنا الشيت بتاعي من من اليسار الى اليمين فلما اجي اكبر اكبر لنحية اليمين طيب لو الشيت بتاع العكس من اليمين الى اليسار فهكبر نحية اليسار نفس القصة انا عايز اكبر العموء لصف الاول اكون واجف على الطرف اللي هو ما بين واحد واثنين واسحب اللي تحت اهو طيب الخلية دي صغيرة والاسم اختفر هروح اضغط ضغطين كليك شمال اهو ضغطين كليك شمال بصوا كده لما اجي اضغط هنا ضغطين كليك شمال هيحصل ايه? حجم الخلية بيجي على كد الكلام اللي انا كاتبه جواها. ضغطين كليك شمال على الطرف. طيب. هنا دلوقتي لو عايز احسب نبتدي بقى في حساب المعادلات زي ما اخدنا جزء الاوبريشن. انا اخدنا جزء الاوبريشن اللي هو المعادلات اللي هو الجمع والطرح والقسمة والضرب والقس والارتباط. النهاردة هناخد الاكوشن. انا عايز اجيب الاجمالي. الاجمال هنا هجيبه ازاي? حد يشارك معي من الناس الموجودة. الاجمالي هنا هجيبه ازاي? بيش مهندس محمود. فضل عندس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا هندس. اهلا بحضرتك ازاي كبش مهند. الاجمال لحضرتك هعمل علامة يساوي عشان اكتب المعادلة بتاعتي. يساوي. هو هاخد اختار الخليئ اللي هي فيها الكمية. تمام. واستخدم علامة الدرب وبعد كده. استخدم اختار الخليئ اللي فيها سعر الوحدة وحط انتر يديني الاجمال. تمام يا هندس. اختار. اختار. اخطو في لها اشدها لتحت. خالص تملالي الخليئة المكانك. اشكرك يا هندس. اشكرك. شكرا لهذا كان. طيب. هنا شو هندس? قال لي ان الاجمالي هنا بيسوي الكمية في سعر الوحدة. انا عايز اجيب الاجمالي الخاص بايه? بالوحدة. بالكميات اللي عندي. انا عندي خمس كميات. من الاتش بي. الكمية الوحدة عاملة تلات تلات. يقبل خمسة كام? بنضرب الخمسة في التلاتة. نضرب الخمسة في التلاتة. طيب لو قلتلك ان كل واحدة فيهم عليها ضريبة خمسة في المية. كل واحدة فيهم عليها ضريبة كان خمسة في المية. طيب. خمسة قلنا الضريبة. خمسة في المية. ده اللي هو الضريبة. طيب. عايزة احسب هنا احسب الضريبة ازاي? احسب الضريبة ازاي? لو قلتلك الضريبة بتاعتي خمسة في المية. اي هنا احسبها ازاي? الناس تشارك معي. طيب في حد غير اه مش مهندس الحمود? انا عدس كل الموجود يشارك معي. كمان مش مهندس محمد تهامد. فضل اهندس. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا في الخانة دي مش مهندس اختار الاجمالي ويكتب يساوي. وحط النسبة اللي عندي اللي هي بوينت زيرو فايف مسلا. واضربها في قيمة الخليل. ايوة واضرب في خمسة ممكن اكتبها خمسة على مية او خمسة في المية يعني او بوينت زيرو فايف. تمام يا هندس? شكراك يا هندس. شكراك يا هندس. شكراك يا هندس. زي ما قال لان انا عملت ايه? جبت هنا ضربت الاجمال بتاعي النسبة اللي هي خمسة في المية. اه الاجمالة تضربها في الضريبة. طيب الارباح بحسبها ازاي? احسب الارباح ازاي? مين ممكن يشارك معي? تفضل هندس. شكراك يا هندس محمود. تفضل هندس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا هندس. الارباح هكتب يساوي عشان دي معادلة. والارباح هي عبارة عن الاجمالي نقص الضريبة. يبقى اختار خانة الاجمالي. اعمل لها selection. هكتب يساوي الاول. تمام. وهختار خانة الاجمالي. تمام. وبعدين اعمل علامة نقص. واختار خانة الضريبة. وعمل enter وبعدين نعمل بوتو فيل للعمود بس. تمامي هندس. شكراك هندس. شكراك حقيقة. عايزين الخلية المرجعة. شو ما هندس اللي هو فيه متاني. تمامي هندس. حاضر. طيب. احنا دينا عملنا ايه? قلنا هنا الاجمالي عشان احسبه الكمية في سعر الوحدة. طيب الضريبة على حسب الضريبة اللي هو ما ادها لك. ما ادي لك مسلا خمسة في المية عشان احسب الضريبة يساوي الاجمالي في الضريبة بتاعتك. هو هياخد ضريبة خمسة في المية من خمستاشر الف سبعمية وخمسين. الارباح الاجمالي ناقص الضريبة. يعني السعر الكل اللي عندك ناقص الضريبة اللي هو اخدها منك. اللي انا الضريبة دي بسميها حاجة اسمها للمستقطعات. المستقطعات. يعني في بعض المرتبات يقول لك انا اخدت مستقطع منك مسلا مية جنيه متين. فدايما لما اجي يحسد المرتب. هقول لك مسلا كمسال ان المرتب بتاعك عامل الف. المرتب عامل الف. اه. نقول لعامل الف المرتب. طيب انا هتدي لك زيادة هتدي لك زيادة خمسمية جنيه. وهاخد منك استقطاعات متين وخمسين. طيب عايز احسب مسلا الراتب النهائي احسبه ازاي? ده الراتب بتاعك. وده الزيادة. وهنا الاستقطاعات. احسب الراتب النهائي ازاي? حد يشارك معي? انا هنا بحس بالراتب النهائي ازاي? انا عند الراتب الاساسي وعندك الزيادة وعندك الاستقطاعات او الضريبة او الضريبة. تمام? في حد من الموجودين قال للراتب بلس الزيادة ناقص الاستقطاع. بالزبط كده يعني هقول له يساوي. هحدد الراتب بتاعي واروح اقول له بلس. يعني هزود عليه الزيادة. اللي هي الخمسمية. ناقص الاستقطاعات اللي عندك. انا مش عارف اضغط على الخلية فاروح اكتب اسمها اي كام اي اتناشر. اي اتناشر. وقول له انتر. فالراتب النهائي كام الف متين وخمسين. الف متين وخمسين. طبع عندك راتب وزيادة واستقطاع اللي هو الضريبة. يعني ده الجزء اخده من المرتب. رجي عندك كان الف وخمسمية وشل من نيها متين وخمسين بيجت الف متين وخمسين. بيجت الف متين وخمسين. طيب. حد الان كويس خالص. طيب. هناخد مع بعض معادلة الصم. ويه الافريج. ويه الناكس. ويه النيل. واللارج. او خلينو اصلا في الاصحال بلوقتي صم افريج ماكس. ويه الام. ماشي. لارج. سمول. كونت. كونت ايه. كونت بلانك. ويه الراونت. وعندك اللي هي اف. سواء كان الاف سيمبل او الاف كومبلكس. اللي هي اف البسيطة واف المركبة. طيب. حددهم ونشتغل معادلة دي مع بعض. دلوقتي حالا. طيب. انا دلوقتي عايز احسب المجموع بتاع ايه? بتاع المرتبات. او انا اسف. المجموع بتاع الوحدة. الوحدات اللي عندك. ده اصعارها. احسبها ازاي? انا هعمل اول اول معادلة ومنها ستعمل لي الباقي. عشان احسب المجموع اقول له يساوي. واروح اكتب اسم المعادلة. واروح افتح قوس من شفت تسعة. الاول بكتب يساوي. بعد كده بكتب اسم المعادلة. واروح افتح قوس. هتلاقي من تحت. ظهر الشرط الخاص بالمعادلة. نمبر ون نمبر تو. يعني انت هتجمع لي المرة دي ارقام. كل ما علي اللي انا هعمله هروح احدد اول خلية فيها رقم. كليك شمال واسحب لحد رقم عشرة. وانت كده هتجمع لي من جي تو يجي 11. واروح اقفل القوس من شفت زيرو واقول له انتر. وراح اجامع عليك اهو بالشكل دي. قال لك كام? الوحدات كله كان? تمانية وعشرين الف. عايز حدي يحسب لي الاجمالي هنا الخاص بايه? بمجموع بتاع الاجمالي. المجموع بتاع الاجمالي. انا عملت دلوقتي. بصوا كده. الناس اركز معي انا عملت ايه? انا ولا عملت اي حاجة. ما تحركتش. ولا جيت سحبت ولا كتبت اسم المعادلة. عملت ايه? جيت وقفت هنا وقلت له معي ساوي. معي ساوي. وقلت له انتر. فراح جامع معي بكل سؤولة. معي ساوي. هو عارف عايزي بس هو جامع ايه بقى? جامع كمان الجزء ده. انا مش عايز ده معي. وراح عملها يا ده ويساوي سام. وافتح القوس. وروح احدد العشر قام اللي عندي واقف القوس وقول له انتر. فبلسه هروح احسب هنا واحسب هنا. هعمل له حاجة اسمها بس بالشكل ده. انا كده عملت ايه? في الفلاش. في الفلاش. طيب حلو خالص لحد دلوقتي. فالمجموعة هنا راح جامع لك الارقام الموجودة فوق. اللي انت حددتها. طيب دلوقتي انا عايز اجمع مين? سعر الوحدة بتاع هنا بتاع مونة وبتاع داليا. احسبهم ازاي? هم انا عاملين داليا عملة تلات تلاف. وآآ مونة عملة تلات تلاف ونص يعني مجموح من ست تلاف ونص. طيب اجيبهم ازاي عن طريق معدد صم. يساوي صم. افتح القوس. اعمل ايه بعد كده? طيب اتحددها ازاي? هو واحد هنا وواحد تحت. متجانب بعض. طيب بصوا كده لما جينا فتحنا بيقول لك ايه نومبر ون. فين اول رقم عايزو? اول رقم عند مونة. فين مونة اهي مونة? تروح تعمل ايه? فصلة ولا فصلة منفوطة? بص اللي ظاهر ما بين اللي اتنين. ظاهر فصلة. وتروح تحدد الرقم التاني اللي عايز تجمعه. تروح تقفل لقوس وتقول له انت. وراح اجمع مين? جمع مونة مع داليا. طيب. عايز حد يحسب لي المتوسط. المتوسط بيجيب لي بيجمع لي الارقام اللي فوق وبيقسمهم على عددهم. يعني دول كم? هيجمع دول هيديك تمانية وعشرين الف. هيقسم التمانية وعشرين الف على كام? على عشرة? عددهم كام عشرة? مين يشارك معي? شمهندس احمد ابو العلا. فضل هندسة. المرة ده هجيب المتوسط بطرقتين. عايز حد يقول لي الطرقتين. شمه هندس محمود? فضل هندس. سلام عليكم ورحمة الله. المتوسط بالطرقة الاولى. هكتب يساوي. هم? وهكتب بأبرج. اه اه ابرج. لو عملت غلط. واعمل على الجزء كله واوديها انتر. دي الطرقة الاولى. طرقة التانية? هعمل يساوي. واعمل سميشن. وهفتح قوس اه واختار المجموعة كلها. واعمل علامة على. واختار العدد اللي هو عشرة واعمل انتر. طيب ليه ما انت تحدد على طول الخيال اللي فيها السميشن? وتقول له على. اواخد دوت واسمه على عشرة ممكن طبعا. اللي فيها المجموعة واسم على عشرة. بالضبط. بالضبط هندسة. شكراك هندسة. شكرا. طيب. بعد كده اروح اعمله في الفلاش بدل ما اجمع كل مرة. طيب. ده اللي تلماكس. عايز حد اشارك معي. الماكس بيديني اكبر قيمة القيمة العزمة. اكبر رقم من الارقام دي. اكبر رقم كام? تلت تلاف ونص. طيب انا عايزه عن طريق معادلة. اه. بكتب معادلة الماكس. او الماكس مام. اللي هو القيمة العزمة اكبر رقم موجود عندك هيطلح ولك. عايز حد يشارك معي. احنا قلت يساوي ماكس. مش مهندس احمد ابو العلاب. فضل يا هندسة. فضل يا هندسة. طيب. ساوي ماكس. وافتح القوس. هروح احدد الرينج او النطاق اللي عايز اجيب مني اكبر قيمة. وروح اقفل القوس وقول له انتر. قال لك تلاف ونص اكبر رقم عندك كام? تلت تلاف ونص. عن طريق معادلة الماكس. طيب. المين? بيدي لك القيمة الصغرى او اصغر رقم موجود عندك. اصغر رقم كام? اصغر رقم هنا موجود الفين. يساوي مين? وافتح القوس. واروح احدد الرينج او النطاق اللي عايز اجيب مني اقل قيمة. وروح اقفل القوس وقول له انتر. فقال لك اقل قيمة كام? الفين. وهكس اعمل له الفلس العشي. حد العين كويس. حدد بس يدور كده. شو نعرف من يدور معادلات. طيب. عندك حاجة اسمها اللارج. طيب. اللارج والسمول. انا لو عايز اجيب تاني اكبر قيمة. يعني اكبر رقم بعد التلات تلات ونص اللي هو الماكس. كام? فين التلات تلات ونص او اكبر رقم بعد التلات تلات ونص تلات تلات. فبيجيب لك تاني اكبر قيمة. طيب لو عايز تالت اكبر قيمة برضو نفس الخص. المطلوب هشتغل على اكبر قيمة اول قيمة عندك ماكس. اللي هو القيمة العزمة. اما لو عايز تاني اكبر قيمة. تالت اكبر قيمة. رابع اكبر قيمة. عاشر اكبر قيمة. دلت اللارج. او. يساوي. واروح افتح القوس. هنا بيقول لك هي اسمها الاري والكي. الاري اللي هو النطاق اللي انت هتدور فيه. طيب بعد كده بيقول لك ايه? فصلة. للعلم ان الفصلة دي بتتغير من جهاز للتاني. يعني ممكن جهاز فصلة. جهازك انت فصلة منقوطة. لو غيرت ما بين الاتنين وانت وبتكتب المعادلة ممكن يطلع لك المعادلة غلط. فصلة بعملها بالواو. الفصلة منقوطة بيه الكاف. طيب الكيه? انا دلوقتي عايز تاني اكبر قيمة روح اكتب له اتنين. عايز تالت اكبر قيمة هكتب له تلاتة. طيب انا حاليا عايز تاني اكبر قيمة. اتنين. واروح اقفل القوس واقول له انتر. انا عايز تالت اصغر قيمة. مين يجيب لي تالت اصغر قيمة? شما عندس? محمود متفضل عندس. يا الله. شما عندس سلام. عليكم السلام. بكتب فيها القيمة اللي انا عايزها ازا كانت تاني اكبر قيمة اعمل دaty refriger assistive like عليها. بعدين احط الا اشوف انا عايز اكاد القيمة كامل. الرينج اللي انا اختر منه. وحط القيمة اللي انا عايز. اه بعد كده القيمة اللي انا عايز اه اجيب قيمة او تالت قيمة والرابع قيمة. احط الرينج اللي انا محتãن. يعني اختار سيد من اول اللي انا هختار منه وبعدين اخط القيمة اللي انا هي تاني او تالت او رابع اصغر قيمة. تمام يا عندس شكراك عندس. شكراك عندس. بالضبط سوي تمام? وافتح القوس ساروح احدد اول حاجة النطاق اللي هدور فيه. بعد كده اعمل فصلة. انا لو عايز تاني اصغر قيمة هكتب اتنين. تالت اصغر قيمة تلاتة. رابع اصغر قيمة اربعة فقول له انتر. بالشكل ده. ليه لا ارجع ليه اتفى مصر عشان من قدرة. وهو بس هندسة انت عندك ايه في لو جيت بصيت هنا. عندك اه في المين ادى لك الفين. وبرضو في الاسمول ادى لك الفين. ليه? ان فيه ارقام متكررة. انت عندك كم رقم تلات تلف ونص ادى واحد تلات تلف ونص وهي تلات تلف ونص. فده عندك بالنسبة له اول اكبر قيمة. طب لو مكرر الرقم ده تاني فبالنسبة له تاني اكبر قيمة. يعني تعال كده نجرب. نخليها تالت. وندس انتر. اللي حصل لها اتغيرت. تعالي انا نجرب. دي المعادلة اسمها سمول. ونخليها تالت اكبر قيمة. نحو بالشكل ده. فالرقم لو متكرر عندك. الرقم لو متكرر. فبيحسب لك ايه الرقم التاني. فبالتلات تلف ونص بالنسبة له اكبر قيمة. طيب الرقم ده متكرر تاني اه متكرر. فبالنسبة له مرة تانية هو تاني. اكبر قيمة. طيب. حال وخلص. شمهاندس محمد تهامي. تفضل هندس. هنا شمهاندس في الكونت. انا يستمع شرحتاش. فضل الهندس. فضل. فضل. اه بالنسبة للك انا بجيب من النهاية. شمهاندس محمد تهامي. اتفضل الهندس. اه بشمهاندس الكونت باستخدمها لو عايزك احسب في نطاق معين اعد منه الاعداد الموجودة في كامل قيم الموجودة في نطاق معين. تمام والكونت ايه? اه والله ما متذكرها ديه بشمهاندس. بشمهاندس. تمام اهندس. طيب. اي حاجة فيها كونت فهي خاصة بالعد. بيعد خلايا. بيعد خلايا. فكونت بس بيعد الخلايا اللي فيها ارقام. وليس انصوص. يعني لو جينا بصينا قلت له يساوي كونت وروح تفتحت القوس. فروح تحددت من اول الايدي الحاد اخر رقم اللي هو كان خمس تلاف سبعمية. قبل ما اقفل. الناس كده تعد معايا الخلايا اللي فيها ارقام بس. واحد اتنين دول عشرة. عشرة عشرين تلاتين اربعين خمسين ستين سبعين. بس سبعين خلية فيها كام? فيها ارقام بس. فالكونت بيعد لك الخلايا اللي فيها ايه? اللي فيها ارقام. تساوي كونت وافتح القوس. ايا كان النطاق اللي انا هحدده. ادي حددت النطاق دي. فالخلايا اللي فيها ارقام بس سبعين خلية. ادي عشرة. عشرين تلاتين اربعين خمسين ستين سبعين. طيب بالنسبة للكونت ايه? المرة دي مش هيعدلك بس. اللي فيها ارقام. المرة دي كمان هيعد الخلايا اللي فيها ارقام. واللي فيها كمان نصوص. يعني يساوي كونت ايه? ورحت فتحت القوس ورحت حددت كل ده من اول فين? من اول ايدي الحد خمسة سبعمائة. طيب من قبل ما افعل واعرف العدد كم? انا عندي اصلا كان الارقام عبارة عن سبعين. ادي عشرة عشين تلاتين اربعين خمسين ستين سبعين. سبعين تمانين تسعين مية. مية واللي فوق بالنسبة لتنين اربعة ستة تمانية عشرة. المفروض يظهر لك مية وعشرة. اهو. ظهر معي مية عشرة. وبمعنى كده ان الكون ايه? بيعدلك الخلايا. بيعد خلايا اللي فيها ارقام ونصوص. ادي اخلي فيها ارقام ونصوص. انا كده كده عملتها اصلا فدول مش هيلزموه. مش بنسبة لهم. طيب. الكونت بلانك بيعد الخلايا الفضية او بيساوي كونت بلانك. وروح افتح القوس. هروح احدد مسلا كميسال اروح احدد الجزء ده. واقفل القوس. اقول له انتر. قال لك عندك سبعة وستين خلية فضية. انا حددت دول. فعندك كام دولة ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشة تلاتاشر تلاتاشر ستة وعشرين وستة وعشرين. ستة وعشرين وستة وعشرين. هيديك اتنين وخمسين. اتنين وخمسين. تلاتة وخمسين اربعة وخمسين. خمسة وخمسين ستة وخمسين سبعة وخمسين. تمانية خمسين تسعة خمسين ستين واحد ستين تلاتة وستين اربعة وستين. خمسة وستين. ستة وستين سبعة وستين. بالشكل ده. وكده عدلك الخلايا الفضية. طيب. نفترض عندي رقم بالشكل ده. فده بالنسبة لي ايه? خلاك ستة وستين ليه? ليه خلاك ستة وستين? ان انا كتبت في خلية موجودة فيه. وعايز اعمل تقريب للرقم دي الاقرب رقمين عشريين بعد العلامة. بس اخدم ده اللي اسمها يساوي واروح افتح القوس. اول حاجة بيقول لك النمبر الرقم اللي عايز تعمل له تقريب. اروح احدد الرقم. واروح اعمل فصلة او فصلة منقوطة على حسب مظاهر معي. طيب انا عايز اخلي بعد العلامة رقمين عشريين. اروح اكتب اتنين واقفل القوس واقول له انتر. اللي حصل? خلاك بعد العلامة العشرية رقمين. بعد العلامة العشرية رقمين. طيب. بالنسبة للصم والافريج والماكس والمين واللارج والسمول والكونت كونت ايه كونت بلانك والراونت. فيهم اي مشكلة? قبل ما ادخل على اف. قبل ما ادخل على اف دول فيهم اي مشكلة? فيهم اي مشكلة بالنسبة في الناس? امور بسيطة? امور سهلة? تمام. الراونت انا هقرب لاقرب رقم عشري بس بعد العلامة. مفترض ان عندي رقم بالشكل دي. وعايز بعد العلامة العشرية كم رقم? رقمين بس. هروح اقول له يساوي. واكتب معادلة الراونت. وافتح القوس. فين الرقم اللي عايز اعمل له تقريب? اهو. احدد الرقم. طيب اروح اعمل فصلة. طب انا عايز اقرب الرقم دي لاقرب ايه? رقمين عشرين. لاقرب تلاتة. لاقرب اربعة. فانا عايز اقربه لاقرب رقمين عشرين. اكتب اتنين واقفل القوس واقول له انتر. طيب. كونت بلانك بيعب معك الخلايا الفاضية. هدي يساوي. كونت بلانك كونت بلانك وافتح القوس. احدد المدى اللي عايز اطلع منيه الخلايا الفاضية. واقفل القوس وقول له انتر فقال لك انت عندك واحد وستين خلية فاضية. عندك واحد وستين خلية فاضية. حلو خلص. هندخل على معادلة اف وياريت الناس ركز معي. عندك هاسم الاف سيمبل والاف آآ نفتح شيط زي دي اهو. طيب. عايز حد يشتغل معي المعادلة دي. لسه اواخد لهم. عايز حد يشتغل معي المعادلات دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام عندك. اه صم حضرتك هنقول يساوي. نختار العلامة نفتح القوس ونختار للنطاق بتاعنا. واقفل القوس. من خمسين لغاية آآ آآ آخر خلية واقفل القوس وانتر. اه افريج الا او اعمل اوتو فيل ان انا اكمل العمود. افريج يساوي. واخد عالمة آآ آآ وافتح القوس واختار المدى. واقفل القوس. واعمل اوتو سليكشن اوتو فيل اللي العمود. طيب. حد تاني يكامل معي ريت. مين موجود? مهندس آآ محمد تغامي تفضل عندسة. مهندس محمد تغامي تفضل عندسة. اه بالنسبة للمكس هنكتب دالة المكس. اعمل عليها كليكشن يا سبيت عندي بعدين اختار اللي انا هجيب فيه المكسل بالي. تمامي هندس. بعدين اعمل آآ الفلاش ده بلت كليك عليها ويملك كل الخناة. المنموم ما احتي بساوي مينموم. وواحد بنفس الشيء. تمامي. وبعد كده اقفل القوس وعمل وعمل امتر. شكرك هندس. شكرك هندس. بنا باركي بش مانس. في اللاج والاسمون بقى لازم احدد انا محتاج اي او اي سمول التاني او التالت او الرابع. ولازم احط بعد ما اختار احط انا عايز اي قيمة اكبر التاني اكبر او تالت اكبر. يعني ارجو افتح القوس. احدد الرينج. بعدين احط فصلة او فصلة ما كنت حسب نوعي للوفيس. بعدين اختار مسلا ازا كان التاني او التالت قيمة. تمام هندس شكرك هندس. بنا حفظ. حلو خلص لحد دلوقتي. طيب هنشتغل على معدة الاف سيمبل اف العادية. طيب انا عاز اقول له ايه والله? انا عاز اقول له لو هو في النتيجة بتاعته والمجموع بتاعه. لو مسلا اكبر من لو اكبر من تلتمية وعشرين. لو اكبر على حسب ما انت هتحدد. يعني زي مثلا النتيجة المجموع. لو اكبر من خمسين بيكون ناجح. الاجل من خمسين راسد. فانا هقول له والله هتعمل لي حاجة اسمها هنشتغل على اللي هو الحياة الشرطية. هقول له يساوي اف. اف بستخدمها امتى? لو عندي شرط. وعايز اقول له لو الشرط ده حصل ولو ما حصلش. هقول له اف. دايما في اف بشتغل على الاول خلية. هقول له والله لو الخلية دي اكبر من شفت مع زين شفت مع واو اكبر وازهر. لو الخلية دي اكبر من تلتمية وعشرين. على حسب ما انت هتحدد انت عايز ضرية النجاح من كامل? لو اكبر من تلتمية وعشرين. اروح اعمل له ايه? اللي ظهر عندي فصلة. احط هنا في الاول الفاليو اف لو الشرط ده حصل هيروح يكتب ايه? هروح احط له ما بين علامتين تنصيص هتكتب لي كلمة مثلا بس اللي هو عدة. ولازم اقفل علامات التنصيص. يبقى انا حطيت الشرط بتاعي ولو الشرط حصل هتعمل ايه? هروح اعمل فصلة. طيب المرة دي يعني لو الشرط ما حصلش. هروح احط ما بين علامتين تنصيص هقول له فيل اللي هو راسد. واقفل علامات التنصيص واروح اقفل القوس واقول له انتر. اهو. ليه قال لك فيل? لن ده اجل من الشرط اللي انا عامله. اهو. انا قلت الاكبر من تلتمية وعشرين. واروح اعمل فيل. فقداني هو الترجح تاني. اقول له يساوي اف. اف بستخدمها لو عندي شرط اساسي. هقول له والله لو الشرط ده حصل هتعمل لي ايه? طيب لو ما حصلش هتعمل ايه? يساوي اف وافتح القوس. اول حاجة عندي حاجة اسمها اللوجيكال تيست اللي هو الشرط الاساسي بتاعك. هقول له والله مثلا لو خلية دي اكبر من اي ان كان الرقم هقول له المراض اكبر من تلتمية. اكبر من تلتمية. فده شرط. الشرط ده انا عايزه يحصل. فلو حصل هيكتب ايه? ولو ما حصلش هيكتب ايه? واروح اعمل فاصلة. الناتج اللي هيكتبه لازم احطه ما بين عالمتين تنصيس. اه. يبقى لو الشرط حصل هتكتب لي مسلا كمسال يس. طيب هروح اعمل فاصلة تانية. طيب لو ما حصلش هتكتب ايه? بس برضو لازم ما بين عالمتين تنصيس اللي هو ما اعطاه. واروح اقفل القوس واقول له انتر. واروح اعمل له حاجة اسمها ايه? الفيل فلاش. خيب فيه حاجة اسمها خيب انا مسلا هنا هقول له انسرت واروح اقول له كمسال لو حطيت درجات بتاعتي. لأ قولي نشتغل ايه ده? ماشي خلينا هنا. الدرجات بتاعتي. قلت له مسلا ده خمسين. هو بيغير عندنا خلاص ده. خلال نشتغل على الكمبيوتر. عايز اعرف مين في الكمبيوتر واخد امتياز. ومين واخد جيد جدا. ومين واخد جيد. ومين واخد مقبول. ومين راسل. فانا المرات ده عندي اكتر من شرط. مش شرطة مش شرط واحد. فالف سيمبل لو عندي شرط واحد بس. فاقول له لو الشرط ده حصل هتكتب ايه? ولو ما حصلش هتكتب ايه? طيب المرات انا هقول له يساوي اف. يساوي اف. وافتح القوس. طيب الشرط بتاعي ايه? هقول له والله لو الخلية دي لو الخلية دي. اكبر من او يساوي خمسة وتمانين. وروح اعمل فصلة. طيب لو اكبر من او يساوي خمسة وتمانين. هتكتب لي ايه داخل الخلية? اكتب لي كلمة امتياز. اكتب لي كلمة امتياز واقف القوس. واقف العلامات التنسيسة نفسي. طيب كنا في اف العادية. كمان لو الشرط ما حصلش هتكتب ايه? لا. هروح ادخل على اف التانية. طالما عندي اكتر من شرط. وافتح القوس. بس ما عملش يساوي. يساوي بعملها اول مرة بس. واروح برضو اعمل الشرط بتاعي. لو لو الخلية دي. اكبر من او يساوي خمسة وسبعين. واروح اعمل فصلة. هتكتب لي المرة دي ما بين على امتين تنصيس. جيد جدا. طيب. بعد كده لو عايز اعمل الشرط التالت هروح اكتب اف تالتة. برضو نفس الشرط لو الخلية دي اكبر من او يساوي المرة دي خمسة وستين. فالمرة دي هتكتب لي اللي هو كلمة جيد. او. طيب لو قلت. شفت اعمل فصلة. طيب برضو اف الربعة. واروح افتح القوس. لو الخلية دي المرة دي اقل من خمسة وستين. المرة دي بالنسبة لي هو راسب. ادي راسب. ما بين على امتين تنصيس تنصيس كلمة راسب. طيب اولا انا ضفت كام اف في المعادلة ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. هروح اقفل باربع اقواص على كد عدد الافات اللي عندي او على كد الشروط اللي عندي. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. وقول له انتر. اهو. عندك دي اجلي من خمسة وستين فراسب. انزل لتحت. هنا لو بصينا لده. دي اه اكبر من او يساوي خمسة وستين جيد. اكبر من او يساوي الخمسة وسبعين جيد جدا. اكبر من او يساوي الخمسة وتمانين امتياز. فانا هي هي اف العادية. هي هي بالزبط. بس في اف العادية لو الشرط بتاعي حصل هتكتب ايه? طيب لو ما حصلش هتكتب ايه? اما اف المركبة لو الشرط حصل ملوش ده ولو ما حصلش. في اه اف اللي هي اكتر من حالة. فالف اللي هي المركبة الحالة البسيطة بتاعتها ان انا بكتب اف كمام? واكتب الشرط. لو الشرط حصل هتكتب ايه? بعد كده اف التانية. لو الشرط حصل هتكتب ايه? بعد كده اف التالتة. لو الشرط حصل هتكتب ايه? بعد كده اف الرابعة لو الشرط حصل هتكتب ايه? وتقفل الاقواص على كد عدد الافات اللي عندك. عندك كم اف? واحد اتنين تلاتة اربعة? هتقفل باربع اقواص. باف العادية واف المركبة. اف العادية واف المركبة فيهم اي مشكلة? اف العادية واف المركبة فيهم اي مشكلة? اف العادية واف المركبة فيهم اي مشكلة? طيب. اه تقريبا كده الناس سلمت المشروب بتاع الورد والباور باين. المشروب بتاع الاكسل. هبعت للناس الشيت. الشيت كده يبقى فيه معادلات بس المعادلات مش محلولة. كل ما عليك ان انت هتحل المعادلات. الشيت دي انا هبعته لكم اهو. هتحل المعادلات الموجودة هنا. همسح ده. واروح هبعت لك الشيت. هبعته لك فاضي. كل ما عليك ان انت هتحلل المعادلات بتاعك. زائد ان انت هتعمل لي على الجزء اللي من فوق دي. هتشتغل جزء اللي هو محدش يسلم لي من غير التنسيقات الشرطية. طيب واشتغل برضو اللي هو نوع الخط وحجم الخط وهكزا. تمام? اللي قوي تخليها الشيت اللي هو من ناحية اليسار. اللي هو اللي كله من ناحية اليسار. تمام? طيب. حاول برضو تجرب اللي هو جزء النمبر. الشيت ده هتبعت لكم فاضي. وهتحلوا عليه. ده جزء الوبرايشن. هتبعت لكم برضو بنفس الطريقة الموجهة هنا. اهو. كل ما عليك ان انت بس هتحل الحاجات اللي هي احنا اخذناها. ناس تحل. تقول لي وصلت لايه? فانا هبعط لكم الشيت جاهز كل ما عليك بس ان انت بس هتعمل ايه? وهتعمل لي مسال. هتعمل لي مسال على الفيل فلاش. المسال على الفلاش فل. تعمل لي مسال على الفيل فلاش. المسال على الفلاش فل. هتستخدمني اللي هو جزء التكست تو كولوم. اللي هو احنا قلنا عليه في الدات اللي هو عندك اسمها التكست تو كولوم. هتستخدمها. وهتعمل لي آآ نقص الشغل. ادي الشيت. هبعط لكم فاضي. وكل ما عليك بس انت هتمنل الشيت ده. طيب. انا دلوقتي عايز اطبع الجزء ده. فالطباعة مختلفة في الشيت الاكسل. هروح اعمل ايه? بحدد الجزء اللي عايز اطبعه. يعني لو روحت على الفايل بعد كده برينت تلاقي زهر بالشكل دي. لا انا فيه جزء معين عايز اطبع. في الاكسل لازم قبل ما تطبع تحدد الجزء اللي عايز تطبعه. وتروح على قائمة اسمها بيجلي اوت. بيجلي اوت. البيجلي اوت. طيب بعد ما اروح على بيجلي اوت. عايز اعمل ايه? عايز اولا اطبع الجزء اللي انا محدده. اروح اختار حاجة اسمها برينت اريا. برينت اريا. اللي هي تباعة المنطقة المحددة. واروح اقول له. حلو. كده انا حددت الجزء اللي انا هطبعه دايه. طيب. شايفين السامل من تحت ده لو دست عليه? انا لو عايز اطبع الجزء ده كله في شيت واحد. يعني ما يدخلش في ورقة تانية. هروح اقول له كلمة اسمها. وروح اقول له اوكي. معناها كل ده هطبعه فين? في ورقة واحدة. هطبعه لك بالشكل دي في ورقة واحدة. طيب. نفترض ان الاسماء كترت معايا. الاسماء كانت كتيرة. عشرين تلاتين اربعين خمسين ستين وهكذا. فراح الصفحة الاولى والشيت الاولاني كمل معاك تلاتين اسم بس. في الشيت التاني لما يجي يكمل اربعين اه بعد التلاتين واحد تلاتين اتنين وتلاتين تلاتة وتلاتين وهكذا. هيكمل عادي معاك الترتيب. طيب هل هيظهر معاك الصف الاول? لا. طيب الاول مسلا الورقة الاولى هتنتهي عندي تلاتين لما يجي يبتدي من الصفحة التانية او الشيت التاني هيكمل العد. يعني الصف الاول ده مش هيظهر. طب انا عايزة ثبت الصف الاول ده في كل ورقة تطبع. في كل ورقة تطبع. هقول له حاجة اسمها تباعة العنوين. طب. هنا بيقول لك ايه? الصفوف اللي انت عايز تعمل لها تكرار في الاعلى او الصف اللي عايز تعمل له تكرار في الاعلى. هروح اضغط على المستطيع الفاضي دي. هروح احدد الصف الاول. احدد الصف الاول من بره. واقول له اوكي. معنا كده دخلت على الورقة التانية التالتة العشرة هيعمليه معاك. او. هيعمليه معاك. تلاقي الصف الاول متكرر في كل ورقة موجودة عندك. ده بالنسبة لجزء اللي هو الطباعة في شيت الاكسل. وبكده الاكسل اللي خلص معايا. ان شاء الله بازن الله نحاول الان شاء الله بس النت يكون اه كويس او اه شغال كويس بكرة وبازن الله. انا حالي عشان جاعت في البيت فالنت ممتاز. فلما يكون في الشغل بيكون النت ضعيف شوية. فان شاء الله بكرة يكون النت كويس ونقدر هنشتغل محاضرة. فاللي فاضل معنا احنا هنحل معنا يومين هنحل الاختبارات الدولية بتاعة البرنامج الورد. ويومين هنحل فيهم اه الاختبارات الدولية بتاعة شيء الاكسل. واه اه هناخد برضو من يومين لتلات ايام شرح الاكسس مع حل اختبارات الدولية الخاصة. يعني ممكن لو كده بكرة نبدأ. اه اللي هو الاكسس وبعده الاكسس اللي شرح. وبعد كان نبتد نحل بجأة الاختبارات الدولية الخاصة بالباورد بوينت والاكسل والاكسس. في انا مشكلة بخصوص محاضرة النهاردة. الامور كانت بسيطة. هو يا عندسة لو عندك عمود بالشكل ايه اهو. وراحت قلت له هوم قلت له حاجة اسمها معنى انا بيرتب من حاجة اسمها ايه? من اللي هو من الاصغر للاكبر. تمام? انا عايز اعمل عملية ترتيب. عايز اعمل ترتيب. هرتب من فين لفين? من الايه لزت مسلا. هقول له كاستم سورت. انا هرتب ايه? انا هرتب من حيس الاي دي. طيب عايز من الاصغر للاكبر. او من الاكبر للاصغر هقول له او عكس. رتب معك الارغام. بتروح له على حاجة اسمها السورت قبل فلتر وبتختار كاستم سورت. وبتحدد من هنا انت عايز ترتب على حسب ايه? على حسب الاي دي. او على حسب النام. طيب هترتبه من الزت للايه ولا من ايه للزت. طب لو اخترت الاي دي. قال لك من الاكبر للاصغر ولا من الاصغر للاكبر وهكسر. ما هو لو كده عند اسم اللي هو الاسم. لو تقصد كده. اتنين اه الديت. تلاتة مسلا الاا. وقدو روح تحددته. قلت له السورت عند فلتر وكاسم سورت. اكسبان زي السليكشن. انت عايز تعمل ترتيب الايه بالزبط? او. انت هيرتب كله مع بعض. يعني هيربط لك الاتنين مع بعض. من الايه للزت? او هيجي اعكس من الزت للايه? بالشكلة. لو ده اصدق عليه هندسة. لو ده اللي اصدق عليه. هو مش بيرتب خلية واحدة. يعني خلية واحدة عندك مش بيرتب خلية واحدة. لازم يكبقى اكتر من خلية. يعني ما يجيش حد يكتب لي داخل خلية. يكتب لي اه اكتر من اه خمسمية اسمه عايزة لكتبهم في خلية واحدة. طيب جيت هكتب انا مسلا كمسال محمد. جيت اه قلت له انتر هتلاقي ده اخالي على الخلية اللي بعدها. محمد مسلا احمد. اهو. اقول له الراب. ورحت قلت له وهتعمل لي ترتيب من الزت لل اه. اه. هتعمل لي ترتيب من ال اه للزت. ومش رادي رتب معي. شكل ايه. لو ده اللي تقصد يا عندسة. هل ده القصد ولا قصدك على حياتي انا غيرها? طيب يا عندسة لو كده جاهز السؤال ان شاء الله ونبتدي به شرح المحاضرة بتاعة آآ محاضرة الجاية بازن الله يعني. تمام? ايو يعني الكلام ده كله مكتوب فين? داخل خلية واحدة? ولا اكتر من خلية? ايو يعني الخلية نفسها انا كاتب فيها واحد محمد واجي عند الخلية التانية كاتب اتنين عالي مسلا والخلية التالتة تلاتة آآ مسلا زكي هل بالشكل ده اللي حضرتك تقصده? هل الشكل ده اللي حضرتك تقصده ولا حاجة تانية? هيا عندسك. مش هاي فرق سواء كان عرب او انجليزي. سواء كان عرب او انجليزي. بس هل هو ده الشكل اللي حضرتك تقصده ولا اصدق الحياة تانية? يعني لو داية مسلا وعملت له قولت له وانا عايزة رتب من حيس ايه من ايه للزت اقول له اوك اهو هيرتب على حسب الاسم اهو هعكس من الزت للايه? فرتب معك على حسب الاسم. حتى كمان ارقام ترتبت معك. فهو اخد الخلية كلها ورتبها. طيب. ده لو كان اللي حضرتك تقصده. لو تقصد حياتان غير دي. ان شاء الله بازن الله في محاضرة بكرة او المحاضرة اللي جاي بازن الله. حضرتك هتعمل ليه اه للشاشة بتاعتك. وتوضح لي اللي انت عايزه بالزبط. وتوضح لي اللي انت عايزه بالزبط. زيار التوارقام بس. لو بصينا. ادي عندي محمد وعلي وزاكي. وروح تقولت له الكستم صورت. قلت له من الزت للايه? اخد الرقم مع الاسم. اه لو ده اللي توصده تمام. لو مش ده اللي توصده يا هندسة ان شاء الله عشان ما نطولش على الناس ممكن بكرة كده. او المحاضرة اللي جاي بازن الله. حضرتك اول ما نبدأ على طول فكرني ان انت حضرتك هتفتح لي وتوضح لي الجزء اللي انت كنت عايز سوصله دلوقتي. تمام يا هندسة. ان شاء الله المحاضرة اللي جاي هنبدأ بآ محمدس كمال. اعمل لنا وهيوضح لنا الجزء اللي هو عايزه وعلى حسنة نبتدي آآ نشرح الجزء اللي هو يقصد يعني. آآ اتمنى ان محاضرة النهاردة كانت بسيطة على الناس. آآ بالنسبة للناس ومكانش فيهم اي صعوبة. ناس يبتدي آآ تجرب وتشوف لو في اي حيوة اتمنى. ازن الله آآ كل ما عليكم هتعملوه. ان الناس هتعمل لي ايه? آآ هبعتلكم شيطة الاكسل داي كل ما عليك انت هتملي البيانات الموجودة جو. هتملي البيانات الموجودة جو. طيب. حد عنده سؤال بخصوص محاضرة النهاردة. حد عنده سؤال بخصوص محاضرة النهاردة. اشكركم بخصوص محاضرة النهاردة ان شاء الله واتمنى المحاضرة كانت بسيطة على الناس. آآ هي المحاضرات كلها في نفس المعيد. الساعة تسعة. يعني المحاضرات كلها في نفس المعيد. حتى موعد شهر رمضان في نفس المعابد. طيب بس ساعة تسعة. ان شاء الله لو في نصيب ممكن اهتمال بازن الله نكسف الاسبوع اللي جاي ونخلص الاسبوع اللي جاي. يعني خلاص يعتبر احنا بمفنش يعني حانت. فبالتوفيق لكم يا رب ان شاء الله واشي اطور على الناس كتر من كده. ونلتقى ان شاء الله في اه محاضرة غدا بازن الله مع بعض. بالتوفيق لكم. تصبع على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.